اشتركوا في القناة والمملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية على مدار يومين عقدت في العاصمة عمان اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة حضور بحريني إلى جانب وفودة من الامارات ومصر خالصت إلى توقيع التفاقيات صناعية واستثمارية بما يسهم في تعزيز الشراكات العربية تواجدنا اليوم في عمان لحضور اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية جدا مهم للاعلان عن مشاريع بقيمة مليارين دولار امريكي في قطاعات متعددة اليوم من خلال هذه الشراكة البحرين تدخل مجال صناعة السيارات الكهربائية عبر توريد الالمنيوم من خلال شركة غارمكو مع مصانع اماراتية واردنية ومصرية بالاضافة للاعلان عن مشاريع في صناعات الدوائية لمصنعي الفا بايوتك وغلف بايوتك بناتج محلي يتجاوز مليار وستمائة مليون دولار ويوفر اكثر من ثلاثة عشر الف فرصة عمل للدول المشاركة تأتي صيقة التبادل التجاري والاقتصادي بين الاردن والبحرين ومصر والامارات في توقيت تسعى من خلاله الدول العربية للنهوض بالاقتصاد بعد العزمات التي اثرت على المنطقة اليوم بحمد الله تم عقد الاجتماع الثالث للجنة الشراكة الصناعية لشراكة مستدامة هذه الشراكة اللي انطلقت في الامارات العربية المتحدة بشهر خمسة من العام الماضي وامانة خلال هذه الفترة كان هناك جهد من قطع النظير بتوجيهات بداية من القادة الاربعة ايضا من رؤساء الحكومات اللي استطعنا ان نصل الى توقيع اتفاقيات ما بين القطاع الخاص في البلدان الاربعة تجاوز اثنين مليار طبيعة المشاريع اللي تم التوقيع عليها تنسجم مع الهدف الاساسي لهذه المبادرة جزء منها كان في الامن الغدائي جزء منها كان في الامن الدوائي والجزء الاخر في موضوع اصبح حاجة ملحة وضرورية موضوع التجميع وصناعة السيارات الكهربائية شراكات عربية وحضور بحريني يسعى الى توطيد العلاقات الاخوية بين الدول من جهة ومن جهة اخرى يسعى لتعزيز الاستثمارات وخلق مشاريع تخدم روح الشراكة الصناعية العربية من العاصمة عمان بشاري العجارمة تلفزيون البحرين